لازم بس اقولك احنا النهاردة عندنا ايه يعني قدر الامكان بحيث انك تبقى فاهم احنا بنعمل ايه بالزبط احنا النهاردة عندنا كل حاجة حصلت تحت سماء جمهورية مصر العربية السماء ملك الخالق فيه جزء عظيم من هذا الكوكب اسمه جمهورية مصر العربية دارت فيه مجموعة كبيرة جدا من الاحداث كل ما هو متعلق بقرار القاضي في القضية المعروفة اعلاميا باسم قضية الطالبة نايرة طالبة جمعة المنصورة مسألة المزيعة شيماء جمال ايضا موجودة معنا نقابة الموسيقيين باذن الله معنا يعني شوف هو مفيش حاجة وبالمناسبة فيه بعض الكتب والمنشورات التي نشرت مؤخرا والتي لنا فيها وجهة نظر برضو هنتكلم فيها سفاهات وتفاهات وانحطات الاخوان ايضا فيما يعلقون عليه بطبيعة الحال بكل ما هو ركيك وخبيث ومنحط فبالتأكيد برضو هنعلق على ما علقه عليه او نعلق على اداؤهم الركيك المنحط كمجرة العادة ولكن ارجع اقولك قد ترى ان هناك العديد من الاحداث بتحصل في مصر ولا تراها جيدة على الاطلاق بس انا هرجع اقولك هي مصر ايضا مليانة حاجات اكتر من رائعة اكتر من رائعة ويمكن من ابرز الحاجات اللي انا عايزك تبص عليها عشان انا برضو عندي تعليق على قصة السحل الشمالي الطريق بتاعه وما الى ذلك انا شايف ان الموضوع مش كده خالص يعني مسألة الحديث الدائم والدائر على طريق الساحل باز ولازم تصلحوه وشوفوه لكو في حل يا جماعة معلش بالهداوة بالهداوة قبل ما نشوف التقرير اللي معانا لانه برد تقرير مهم جدا بالهداوة كده هو الناس اللي بتتكلم على طريق الساحل بجد طلعت عليه يعني انت مشيت كل الناس اللي قاعدة بتتكلم كله بدون استثناء اللي بتكلم سلبا انا بتكلم جد والله العظيم انت طلعت عليه مشيت على طريق الساحل الشمالي الجديد انت طلعت سقت عليه اه وانت شايف ان الطريق ده وحش يعني الطريق اللي بقى ستة حارات يمين وستة شمال وحش يعني انت كان عجبك الطريق ابو حارة ونص كان حلو صح وكان جميل والحوادس اللي كانت بتحصل عليه كانت رائعة والعربيات اللي بتتقلب والجري على سرعات غير مبررة وغير مفهومة نتيجة انه الطريق اصلا لا فيه اضاءة ولا فيه مفارق ولا هو طريق حر يمكنك من الالتفاف امنا عشان تروح للجهات العكسية ولا انك تحدف فجأة حدف عشوائي عشان تخش باب القرية لحضراتك بتصيف فيها كل ده كان جميلة لكن اللي دلوقتي ده ده اللي مش حلو ده سؤال السؤال التاني فرق ما بين حاجتين الطريق مش حلو والطريق انا لسه مش فاهمه انا هتفق معاك على نقطة الطريق احنا لسه مش فاهمينه ليه انا شخصيا سقط الطريق ده مرتين او تلاتة وده جد سقطه مرتين او تلاتة طيب الطريق ده طريقته نوعيته جديدة علينا انك تبقى ماشي طيب انا عاوز اروح على ما ينطلق عليه الطريق البطيء او الخدمات او السيرفيس رود سميها زي ما تسميها على حسب انت من الناس اللي عنده اه كده يبقى هو السيرفيس رود خلاص هو الطريق البطيء اللي هو عمليا اللي يدخلك على بوابات القرى عشان تخش عليها فندم لازم تروح طالع الكبري في صنية فوق لازم تنزل في اقصى اليمين عشان تقدر توصل لاخر الطريق توصل لاخصى علشان تنزل فين تنزل في البطيء علشان سيادتك تعرف تخش قريتك تيجي تقول لي اصلا انا بضطر اروح وارجع والف ما عشان حضرتك عاوز تأزح وبالمناسبة هو انت بتأزح عشان الطريق معمول حلو وحلاوة حرير حتة حرير كده تحت عجل العربية فانت زعلان ان الطريق حرير هتقول لي انا مش زعلان بس اصلا انا كل القصة دي كل القصة دي علشان واحد طالع بعربية نقل هو اللي بيجري وهو اللي معاوم وهو اللي خبط العربية بتاعته والحمولة في البردورة بتاعت الطريق يعني هو انا بلف في صنية وانا ديس بنزينة على الاخر ليه ليه لانت لو ساق ادخل عربي هتعوم بلف في صنية ادوس بنزينة على الاخر وارجع عاية ونرجع احنا نشاير الصور ونقول اصلا الطريق وحش هو الطريق مش وحش طريق منظم 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 جدا والطريق لازم حضرتك سوء بالمعقول ولما تبقى الطريق بالنسبة لك جديد ومش عارف ما داخله ومش ما خارجه ده مش عيب في الطريق ولا هو عيب في حضرتك العيب الوحيد انك مش عاوز تدي نفسك فرصة تعرف عم بضبط زي شارع كان مثلا جنبنا كان اتجاهين دلوقتي بقى اتجاه واحد انت بقى زعلان لازم يلاقوا حل في الشارع ده يلاقوا حل ايه هو اتجاه واحد فانت ماينفعش ممنوع الدخول هتلاقي الشارع اللي بعده هو ده اللي ينفع هتدخل وهتروح داخل ورجعلك اصطنا كده بطر امشي واحنا ملقناش في الوارد عيب يعني طريق يتوسع والبطيق بتاعه يتوسع ده البطيق اظن 3 حارات لوحده لوحده كده بطيق يمين بطيق شمال 3 حارات كده 3 حارات كده والطريق الرئيسي 6 حارات رئيسي و6 حارات رئيسي ومحاور اكتر من وطريق حر يعني لا يسمح بوقوح حوادث لا يسمح ومضاء وعيون قطة ودهانات فوسفوري وخدمات على الطريق وخدمات مرور ودخلية وترجع تقول لي اصل الطريق وحش والنبي لقولكو صرفة ايه ده او احنا مصممين نمشي ورا رعاعي الاخوان برضو انتو احرار بعد اذن سيتك اطلع الطريق امشي على سرعة طبيعية وانت هتفهمه حضرتك لما تكون عارف ان القرية بتاعتك في المكان الفلاني او المصرف اللي انت مقنجر فيه في المكان العلاني خلاص هتلاقي يفط انا ممكن اقولك نزود اليفط دي بقى تجربتي اه عايزة زود اليفط شوية تبقى اليفط اوضح اه مش اكبر اكتر عشان بس تبا هي اليفط بمناسبة كلها مكتوب عليها اسامي القرى يعني تطوعت الدولة انها بتعلن لك مش دي المسألة بس حضرتك تطلع وتبقى شايف انت القرية بتاعتك اه تمامي بقى انا هطلع هنا وهروح جاي على اقصى اليمين بتاعي عشان اعرف اخش البطيق وفي البطيق بانتقل من حارة الى اخرى علشان كده 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 لحد اقصى اليمين عشان اخش الباور بتاعتي بس خلاص طب انا عايزة لف حضرتك هتطلع الكبري وهتلف وهتروح نزل البطيق بتاع الكبري اذا كنت عاوز تخش الناحة التانية لو تخش مثلا مثلا يعني جوة مدينة سيد عبد الرحمن طب لأ دا عايزة اطلع على الرئيسي هلا سيب انت مش هتاخد اقصى يمينك بقى وانت راجع هتبقى في اقصى شملك هتروح نزل على الرئيسي ميت فل واربعتاش ايه العقدة اللي في دا بقى فاش عقد طيب اذا انا برجع اقولك الطريق فعلا حلو فعلا حلو